اهلا ومرحبا بكم متابعي قناة نفحة ان الله تبارك وتعالى خلق الكثير من المخلوقات التي نعلم بعضها ونجهل معظمها واكثرها ولكنه جل جلاله فضل بعض المخلوقات على بعضه فمنهم من خلقه الله عز وجل من طين كآدم ونسله وذريته ومنهم من خلقه الله سبحانه وتعالى من نار كإبليس ونسله وذريته ومنهم من خلقه الله عز وجل من نور كالملائكة الكرام عليهم السلام والملائكة هم أفضل مخلوقات الله عز وجل وأقواها وأكملها وأقربها إلى الله عز وجل وكذلك فضل الله جل في علاه بعض الملائكة عليهم السلام على بعض وأعطى كل منهم ميزة خاصة به فجعل منهم المقربين كحملة العرش وهم أقوى الملائكة عليهم السلام ومنهم من هم بعدهم في الدرجة كملائكة الموت وملائكة العذاب ولكن من بين كل هؤلاء الملائكة وجدنا ملكا كريما هو الأقوى والأعظم والأشهر والأقضل بين الملائكة الكرام بل هو سيدهم وقائدهم وأقربهم إلى الله عز وجل إنه سيدنا وحبيبنا جبريل عليه الصلاة والسلام فمن هو جبريل عليه الصلاة والسلام وما قصته ولماذا هو أقوى وأعظم الملائكة الكرام عليهم جميعا السلام وما هي صفاته كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هي المهام الموكلة إليه غير الوحي وما هي قدراته العجيبة ومدى قوته وهل له مهام أخرى غير تبليغ الوحي كل هذا وأكثر سنعرفه إن شاء الله في حلقة اليوم من قناة نفحة لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو والآن هيا لنبدأ أولا لكي نعرف من هو جبريل عليه الصلاة والسلام ولماذا هو أقوى المخلوقات والملائكة الكرام علينا أن نعرف أولا من هم الملائكة عليهم السلام الملائكة عليهم السلام خلق كريم من خلق الله عز وجل خلقهم ربنا تبارك وتعالى من نور وأسكنهم الملأ الأعلى من السماء لعبادته وتسبيحه والقرب منه والإيمان بالملائكة الكرام واجب وركن ركين عظيم من أركان الإيمان بالله عز وجل وهم غيب أخفياء عنه ويجب علينا أن نؤمن بهم بل إن من لم يؤمن بالملائكة الكرام فقد كفر بما أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين فالملائكة عليهم السلام خلق مكرمون خلقهم الله عز وجل من نور ونزى عنهم النواقص والمعايب والدنايا والسفالات فهم عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل ورفع منزلتهم وقربهم إليه لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالملائكة عليهم السلام لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة وهم لا ينامون ولا يأكلون ولا يتغوطون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون يعبدون الله جل في علاه في كل وقت وحين فهم لا يتعبون ولا يملون ولا ييأسون ولا يسأمون أعدادهم غفيرة لا يحصيها إلا من خلقهم ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى وقد فضل الله عز وجل بعض الملائكة عليهم السلام على بعض فجعل منهم الملائكة المقربين وهم أفضل الملائكة وأعلاهم مكانة وأقربهم من رب العالمين ثم أفضل هؤلاء المكرمين المقربين جبريل عليه الصلاة والسلام وذلك لما جاء عن نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه مشاهدين الكرام فهو حبيبنا وشفيعنا ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل واضح وصريح على مكانة وشرف جبريل عليه الصلاة والسلام في السماء وقربه من الله عز وجل ولكن السؤال هنا لماذا اختار الله عز وجل جبريل عليه السلام تحديدا لتبليغ الوحي إلى الرسل والأنبياء دون باقي الملائكة عليهم السلام في الحقيقة للإجابة على هذا السؤال ولماذا أوكل الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام هذه المهمة العظيمة علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء وتحديدا عندما أراد الله عز وجل خلق أبينا آدم عليه السلام وجعله خليفة له في الأرض فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها ولم يكن آدم عليه السلام قد خلق بعد فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تقبض مني أو تنقصني فرجع جبريل عليه السلام ولم يأخذ منها إذ أعاذها بالله عز وجل وقال جبريل عليه السلام يا ربي إنها عاذت بك فأعذتها فبعث الله عز وجل ملك الموت فعاذت منه وقالت أعوذ بالله منك أن تقبض مني أو تنقصني فقال لها ملك الموت عليه الصلاة والسلام وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمر الله ثم أخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد فلأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فكذلك خرج بن آدم عليه السلام ولذلك سمي آدم بهذا الإسم لأنه أخذ من أديم الأرض فلما صعد ملك الموت عليه السلام إلى ربه عز وجل بما أخذ من الأرض قال الله عز وجل له أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك فقال ملك الموت عليه السلام رأيت أمرك أوجب من قولها فوكل الله عز وجل إليه قبض أرواح بني آدم ولكن علينا أن نتوقف هنا سريعا أمام مستويات الملائكة ودرجاتهم قبل خلق آدم عليه السلام فإن جبريل عليه السلام وقف على مستوى البراءة والرحمة والاستعاذة ووقف ملك الموت عليه السلام عند مستوى التنفيذ الصارم وكان كلاهما على حق وكلاهما يرضي الله عز وجل ويريد مرضاته وإجابة أمره وطاعته ونظر كل واحد منهما إلى الأمر من زاوية مختلفة وما دام جبريل عليه السلام تغلبت عليه الرحمة فسوف يعهد إليه بأعظم الرحمات الإلهية للبشر وهي رحمة حمل كتب الله عز وجل إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فأصبح جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين أنبيائه ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام وهو الموكل بإيصال الوحي والمعونة والمشورة إليهم قيل إن جبريل عليه السلام هو من علم آدم عليه السلام الزراعة والصناعة ومناسك الحج وعلم نوحا عليه السلام بناء السفن ونجى الله عز وجل به الخليل إبراهيم عليه السلام من نار النمرود وحمى الله عز وجل به موسى بن عمران عليه السلام من مكائد الفرعون وهو الذي رمى بفرعون وجنوده في البحر وأغرقهم وعلم داود عليه السلام صناعة الدروع وبشر الله عز وجل به زكريا عليه السلام بولادة يحيى عليه السلام ونفخ الله عز وجل به في مريم بن عمران عليه السلام فحملت بعيسى عليه السلام وبشرها بولادته كما جاء عليه السلام أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته ذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد عند حليمة السعدية رضي الله عنها إذ كانت مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وهو طفل صغير في الرابعة من عمره على الأقوال يلعب مع الغلمان فإذا بجبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه فجاء الغلمان يسعون إلى مرضعته حليمة رضي الله عنها فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون وقيل إن حادثة الشق هذه حدثت مرتين الأولى تلك التي كانت في طفولته أما الثانية فكانت في ليلة الإسراء والمعراج عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وهو نائم أتاه ثلاثة من أعظم الملائكة الكرام قيل بينهم جبريل وميكائيل عليهم السلام فجعلوا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهره مستقبلا الأرض وهو ما زال نائما ثم شقوا بطنه فغسلوا ما كان به من حظ الشيطان بماء زمزم ثم ملأوا قلبه إيمانا وحكمة فجبريل عليه السلام كان دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه بوحي من الله عز وجل وجبريل عليه السلام أخونا في الله عز وجل وفي التوحيد والإيمان يلقب بألقاب عديدة منها روح القدس والروح الأمين وأمين الوحي وشديد القوى أما عن سبب شهرته باسم جبريل عليه السلام قيل هذا يرجع إلى الكلمة العبرانية القديمة جبرا إيل أو جبرا إيل اشتق منها اسم جبريل والتي تعني رجل الله فكلمة جبرا أو جبرا تعني رجل وكلمة إيل تعني الله وجبريل عليه السلام له صفات حميدة بل صفاته كلها حميدة فهو جميل المنظر بهي الصورة وذلك كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وعليه ستماءة جناح ينثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت وفي الحقيقة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها سوى مرتين فقط في حياته الأولى عند بدء بعثته صلى الله عليه وسلم وبدء الوحي أثناء مكوثه في غار حراء فبينما هو في ذلك الجبل يتعبد ويتفكر في خلق الله عز وجل إذا بجبريل عليه السلام ينزل إليه بصورته التي خلقه الله عليها ثم قال له اقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئه فأمسك به جبريل عليه السلام واحتضنه وضمه إليه ضمة شديدة ثم أجهده ثم أطلقه وقال له اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئه فأمسك به جبريل الثانية مثل الأولى ثم أطلقه وقال له اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئه فأمسك جبريل عليه السلام الثالثة ثم أطلقه ثم قال له ما جاء في قول الله عز وجل في سورة العلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم اختفى جبريل عليه السلام ومن هنا بدأ الوحي يتتابع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان من الغار إلى بيته في تلك الليلة خائفا وهو يترجف ويقول زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع وكانت هذه أول مرة يرى فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام إذ رآه فيها على صورته الحقيقية أما المرة الثانية فكانت في رحلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته وله ست ماء جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه مرة أخرى وذلك بعد فترة من انقطاع الوحي شعر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحزن شديد وكاد أن ينفطر فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي فأراد الله تعالى أن يسري عنه ويثبت فؤاده فبينما هو يسير في بطحاء مكة إذا بصوت من السماء يناديه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فإذا جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني وهو ما جاء في حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولكن يقال إن هذه المرة لم يكن جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل عليه السلام على هيئته إلا مرتين فقط قيل مرة في غار حراء والأخرى عند سدرة المنتهى والله أعلم كما وصف ربنا سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام أيضا في القرآن بصفات كثيرة وهو أنه رسول كريم جميل المنظر قوي لا يعجز عن تنفيذ المهام أمين حفيظ ذو مكانة عند الله عز وجل وذلك حينما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما عظم خلق جبريل عليه السلام إلا إنه من أخوف الخلق وأكثرهم خشية لله عز وجل يعلم مقام ربه ويعظمه ويخشاه ويهابه ويرهبه فعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال مررت ليلة أسري بي على الملأ الأعلى فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله وجبريل عليه السلام لنتصور بعضا من صورته وهيئته وقوته له قوة هائلة عظيمة ومن أقوى الملائكة إن لم يكن أقواهم والدليل على ذلك ما فعله مع قوم لوط عليه السلام عندما أمره الله عز وجل بإيقاع العذاب بهم فقد قيل إنه اقتلعهم من على وجه الأرض وبطرف جناح واحد من أجنحته الستماء اقتلع مدائن قوم لوط عليه السلام وعددها سبع مدائن وتعداد أهلها قيل أربعمائة ألف نسمة واقتلع معهم بيوتهم وقصورهم وأسواقهم وبهائمهم وأراضيهم وجبالهم وغير ذلك ثم رفع جبريل عليه السلام بقوة الله فيه كل ذلك على طرف جناحه حتى بلغ بهم عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياحة ديكة ثم قلبها جبريل عليه السلام فجعل عاليها سافلها وهذا دليل صريح على قوة جبريل عليه السلام الهائلة كما أهلك الله عز وجل به أصحاب الرس بالصيحة فقيل جبريل عليه السلام له صيحة تتزلزل لها الأرض وتشخص لها الأبصار اللهم اجعلنا في المرحومين اللهم في رحمتك اللهم إنك علينا قوي قدير ولا نقوى على مثقال ذرة من شيء من قوتك كما كان مع موسى عليه السلام جبريل عليه السلام أغرق فرعون وجنوده باليم كما كان جبريل عليه السلام بأمر الله إلى جوار إبراهيم الخليل عليه السلام عندما ألقاه القوم الكافرون في النار وكان أيضا يدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحارب بأمر الله إلى جواره ويعينه في مهماته وملماته فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر ومعه ملائكة كرام يقودهم هو بنفسه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب كما كان جبريل عليه السلام دائما ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عليه بيته حتى يستأذنه فيقعد بين يديه قاعدة العبد وكان يتصور بصور مختلفة عند هبوطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي المدينة كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وتارة يأتيه صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي حسن المنظر بهي الصورة كما كان هو المعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الإسلام يعلمه أمور الدين فعلمه الوضوء والصلاة ومواقيت الصلاة وعندما كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه الصحابة على هيئة بشرية فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى ألما أو وجعا أو مرضا فيرقيه برحمة الله ويقول باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر كل حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين الله يشفيك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب جبريل عليه السلام كثيرا بل إنه كان يشتاق إليه إن غاب عنه ولو قليلا فإذا غاب عنه ثم التقى به يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت حتى اشتقت إليك فيقول له جبريل عليه السلام وما نتنزل إلا بأمر ربك وظل جبريل عليه السلام مدة ثلاث وعشرين سنة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الله عز وجل بالوحي من السماء يعلمه التأويل ويعلمه القرآن ويبلغه رسالة ربه عز وجل وفي السنة التي مات فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام مرتين يعارضه القرآن إذ كان يأتيه في كل عام مرة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وتمر الشهور القليلة والأيام القلائل ويمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشتد به المرض وها هو يحتضر صلى الله عليه وسلم وينتقل إلى الرفيق الأعلى إلى جوار ربه عز وجل فينقطع جبريل عليه السلام عن الأرض وينقطع معه الوحي ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون فكانت هذه أكبر مصيبة لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موت رسول الله ثم انقطاع الوحي من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وأشدها ألما وحزنا على قلوبهم رضي الله عنهم فقد رحل عنهم حبيبهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين وكذلك انقطع عنهم جبريل والوحي عن الأرض بأكملها ولكن اختلف العلماء في مسألة انقطاع جبريل عليه السلام عن الأرض وهل ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فمنهم من قال ينزل جبريل عليه السلام ومنهم من نفى ذلك ولكن الثابت الصحيح الذي لا شك فيه أن الوحي قد انقطع بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن بعض أهل العلم أثبت أن جبريل عليه السلام ينزل إلى الأرض مرة كل عام وذلك في ليلة القدر لقول الله سبحانه وتعالى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والروح هو جبريل عليه السلام وقال الكلبي رحمه الله إن جبريل عليه السلام ينزل مع الملائكة الكرام في ليلة القدرة فيسلمون على كل امرئ مسلم وقيل بل هم ضرب من الملائكة ولكن دون جبريل عليه السلام فالله تعالى أعلى وأعلم وجبريل عليه السلام كان دائم الزيارة لأنبياء الله عز وجل وإرشادهم وإخبارهم بأوامر الله تعالى إليهم قيل إنه نزل على إبراهيم الخليل عليه السلام خمسين مرة وعلى موسى عليه السلام أربعمائة مرة وعلى المسيح عيسى عليه السلام عشر مرات وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من ألفين وأربعمائة مرة أما عن سبب كره اليهود له فهذا لأن اليهود لسوء نيتهم وخبث سريرتهم يعتبرونه ملك العذاب والفضاضة ويعتقدون بأنه ألد أعدائهم ويدعي المسيحيون أن جبريل عليه السلام ينفق في الصور يوم القيامة لذلك كان هذا قول الله تعالى ردا عليهم حينما قال جل جلاله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته إلى اللقاء إن شاء الله